قبل عدة أيام تمكن الرجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على عصابة متخصصة بتزوير دمغة الذهب مما أثار شكوك العديد من المواطنين ووضع أمن المعدن النفيس في البلاد على المحك لا يوجد تزوير الذهب الذهب هو مثل ما هو مدام عندنا وزارة التجارة هنا يعني أنا من 85 لأنا دخلت الذهب للحين وزارة التجارة لها رقابة جدا قوية ولها شكر الجزيل على أنه عطت اسم خاص حق الكويت أنه أحلى ذهب في العالم ذهب الكويت هذا تزوير دمغة هذا إنسان للأسف يعني أنا ودي يأخذون فيه أشد العقوبة لأن هذا زور ختم دولة زور الختم علشان مصلحته علشان يقدر يوصل من السلم الأول لسلم العاشر ما يبي يمشي تحت مظلة وزارة تجارة ما يبي يمشي على قانون وزارة تجارة هذا ضعيف النفس للأسف يسوى ختم مزور قام أهو الشغل الذي يشتغله أو يبوله شغل بعض الورش ويختمهم ختم تزوير عنده في المحل ولكن كذهب ذهب عيارة 21 لأنه عليه ختم الورشة يبي يختصر وقت أنه بدأ لا دخل حق الوزارة ويعطي رسوم رسوم شي بسيط جدا ولا شي وأنطر مثل عشرة أيام وللأ شهر على ما يقولوني الطرد مالي ليش أسوي باط يوم واحد أنا أختم وأبيع أسوي مرة ثانية أبيع أنا هني أستفيد أكثر ولكن كوزارة تجارة لها الشكر الجزيل على وغوفها على التفتيش اللي يسونا على كل شيء احنا بنفسنا أصحاب محلات ارتحنا وايد أحسن من أول حطينا الشاشة حطينا أي شيء قال لنا للوكيل أو المسؤولين اللي بيزارة تجارة التعليمات اللي عطونا إياها احنا سويناها ومشينا عليها احنا نجحنا ونزبون استانس على الشي هذا لما يشوف كل شيء واضح احنا عندك الفاتورة فاتورة تطلع الالكترونية عندك الختم الأفوان المصرعية بروح والذهب بروح كل شيء يمبين جدا بالزبون رغم المدني رغم كذا كل شيء ولكن هذا الشخص فقط لمصلحته شخصية يعمل الشي هذا احنا بحلات الذهب نتعامل بثقة مع التاجر نتعامل بثقة أخذ مننا بثقة خلاص أنه خاتمها في وزارة التجارة لأنه حين الختم غير وزارة تجارة الورشة لازم تختم أزين؟ فخلاص أنا عندي ثقة أنا خاتمه بورشته المسؤولية عليه فأنا منصر عليه مسؤولية ولكن هذا لي شيء لسواء إن شاء الله يأخذ جزاء صار ضغط على وزارة التجارة فالناس يتأخر فأهو يقول أنا يأخذ الذهب من صاحب المحلات فأنا يقول أنا عندي وصف الوزارة أخلص لك ياه عندي أعطي فاتورة للزبون بكل شيء ويسجله كل شيء مضبوط ويقدر أوهو يروح وزارة التجارة يفحص حتى يرتاح والله أنا الحمد لله أقدر أعطي كل شيء كفاتورة كعيار كوزن كسعر والمضبوط ذهب الحمد لله ما في شيء وزارة التجارة الشيكت وصرحت أن الذهب هو اللي خاتنا بس مزور الختم والذهب مضبوط ما في أي شيء ما في أي مشكلة بعيارات الذهب ولكن المشكلة بالختم بمعنى الختم يتزور لأنه كان في ضغط وزارة التجارة عليها على التشتون فكان يتم الختم عند الشخص اللي يزور الختم بحيث أنه يتعامل مع أصحاب المحلات أنه الختم يمزور الشخص اللي أتى بالجهاز اللي يزر وزور الذهب هو هذا اللي لازم يتحاكم يعني تدري أن أصحاب المحلات يسلمون الذهب وما يعرفون وين يأخذ الذهب عساس الذهب يروح التجارة وما كان يروح نعم عنده عندما يأ Ridgeel النفس ما تعرف ان هذا من تزور بالبيت لكن هو كان يتزور عنده بالبيت للمتخوفين الإمار طيبة والأمور تمام الحمد لله ولكن أرجع وأقول أن المشكلة كانت الأمور طيبة ما يفئ أي مشكلة الكلة والختم ولكن الأمانة تم حل الأمر عند الوزارة التجارة وعند النيابة والأمور طيبة ويلحمد لله ما في Bonjour